سيدات السادة ساخير السؤال لماذا تخلف المسلمون هو سؤال طرح قبل أزيد من مئة عام وطرح في سياق آخر غير السياق الحالي ورغم مضي أزيد من مئة عام لم يتقدم المسلمون ولكنهم في نفس الوقت لم يعودوا يطرحون السؤال لماذا هم متخلفون بل أكثر من ذلك لم يعودوا يعتبرون أنفسهم متخلفين رغم أنهم يعيشون أحوالاً هي أسوأ مما كانوا عليه قبل مئة عام هذا هو سبب إعادة طرحنا لهذا السؤال لماذا طرح قبل مئة سنة وفي أي سياق ولماذا لم يعد يطرح اليوم رغم أن أحوال المسلمين لم تتغير كثيراً طرح السؤال قبل أزيد من قرن في سياق طبعه وجود مجتمعات إسلامية خاصة مجتمعات شمال الفريقيا والشرق الأوسط في وضعية تاريخية صعبة بسبب الأطماع الأمبريالية والاستعمارية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين وأيضاً بسبب ما سمي صدمة الحداثة أي أن هذه البلدان الإسلامية أصبحت تواجه وضعاً لم يسبق لها أن واجهته من قبل وهو وضع وجود قوة هائلة في مواجهتها وهي قوة الدول الأمبريالية الغربية حيث انهزمت الكثير من البلدان الإسلامية هزائم عسكرية كبيرة مثل مثلاً بالنسبة للمغرب معركة إسلي ثم معركة تطوان خلال قرن التاسع عشر وهي هزائم جعلت المغرب يصدم بعد تاريخ من الانتصارات على البرتغال وعلى الإسبان وإيقافه للمد العثماني عند حدود الجزائر كان لدى المغاربة نوع من الشعور بأنهم دولة لها تاريخ وهذه الدولة استطاعت أن تنتصر في العديد من المعارك التاريخية خاصة معركة وادي المخازين وخاصة معارك الأندلوس التي استطاع فيها المرابطون أن يمكنوا لملوك الطوائف بعد زحف الجيوش الأوروبية من الشمال وكثير من اللحظات كان المغرب عاش فيها من الناحية السياسية والعسكرية نوعاً من القوة النسبية بطبيعة الحال لكن هزمته في معركة إسلي وهزمته في معركة التطاون ونتائج هذه المعارك وخسارة هذه المعارك عليه كانت نتائج وخيمة وصعبة جعلت المغاربة يفكرون لماذا هذه الهزيمة ونفس الشيء بالنسبة لبلدان أخرى كثيرة مما جعل من سموا بزعماء الإصلاح وهم مفكرون يعني مسلمون كبار أمثال محمد عبدو والكواكبي ورشيد رضا والأفغاني كلهم طرحوا السؤال لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم الجملة كانت بهذا الشكل قبل أزيد من مئة عام لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم هذه العبارة تعني شيئين أولا تعني أن المسلمين يعترفون بأنهم متخلفون ثانيا تعني أنهم يكتشفون تخلفهم في إطار المقارنة بين وضعيتهم ووضعية الآخر المقصود هنا الغربي الذي اعتبر متقدما هذه الإشكالية الحضارية الكبرى تناولها تلة من المفكرين الإسلاميين بنوع من الحس النقدي العميق خاصة بعد الرحلات الكثيرة التي قام بها المسلمون إلى البلدان الغربية سواء في المغرب أو في بلدان المشرق الكثير من الرحالة ذهبوا إلى أوروبا لاكتشاف أسباب نهضتها فذهبوا إلى باريس ولندن وبرلين ومدريد وروم وغيرها من العواصم وكتبوا أشياء كثيرة حول هذه الرحلات عندما ندرس رحلات هؤلاء الرحالة المسلمون سوف نجد لديهم إعجابا شديدا بالمؤسسات مؤسسات الدولة الغربية وسوف نجد لديهم شعورا بتخلف المسلمين الذين ليست لديهم هذه المؤسسات وليس لديهم هذا التطور في الدولة في بنيات الدولة وأيضا في العلاقات الاجتماعية حيث أسجل الكثير من الرحالة العلاقة بين الرجل المرأة في فرنسا أو في روما وسجلوا أيضا تربية الأبناء كيف تتم إلى غير ذلك كل هذا بنوع من الإعجاب ويمكن أن تطلعوا في هذا الشأن على الكتاب المشهور لرفاعة تهطاوي تلخيص الإبريس في أخبار باريس وهو كتاب يحكي عن المدنية الغربية ويأسف للتخلف الذي يعيش فيه المسلمون خلاصة هذا الفكر الإصلاحي قبل أزيد من مئة عام هو أن المسلمين تخلفوا لأنهم تخلوا عن العقل وعن العلم واعتبروا أن المرجعية الإسلامية تدعو إليهما تدعو إلى العقل وتدعو إلى العلم اعتبروا أيضا بأن من أسباب التخلف هو التقليد الذي استفحل في كل أركان الدولة والمجتمع حيث لم يعد العقل يشتغل في إبداع أساليب وطرق جديدة للحياة ولتدبير الشأن العام من جهة أخرى يعتبر أيضا أن من أسباب التخلف عدم تحديث هياكل الدولة والجيش حيث أن في أوروبا جيوش نظامية وإدارة عصرية وهذا شيء لم يكن موجودا في بلدان المسلمين في ذلك الوقت يمكن أن نأخذ من المغرب مثلا رسالة محمد الحجوي وهو من المصلحين الكبار في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين ورسالته الشهيرة كانت بمثابة إدانة لوضع أو لأوضاع التخلف وخاصة بعد الهزائم العسكرية وخاصة أيضا بعد فشل المغرب في إدماج الطلبة الذين بعثهم السلطان الحسن الأول إلى أوروبا لدراسة أسباب تقدم أوروبا ومحاولة استلهامها في النهوض بالمغرب في هذه المدة أي العشر سنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر من 1890 إلى 1900 قام الأمبراطور الياباني أيضا في نفس الفترة فترة الحسن الأول ببعث مجموعة من الطلبة إلى الغرب لكي يأتوا أيضا بالجواب لماذا اليابان متخلفة والغرب متقدم نفس السؤال طرحه اليابانيون لكن لاحظوا كيف عامل المغاربة طلبتهم العائدين من أوروبا وكيف عامل اليابانيون طلبتهم الطلب اليابانيون قاموا بدراسة المجتمعات الأوروبية والدول الأوروبية فاكتشفوا بأن المنطلق الرئيسي للنهضة هو التعليم النظامي العصري أي النسق التربوي التعليم العصري فرجعوا إلى اليابان وقالوا للأمبراطور إننا وجدنا بأن سبب تقدم الأوروبيين هو التعليم النظامي العصري إذن علينا لكي نغير اليابان أن نبني في اليابان نظاما ونسقا تربوي على النمط العصري الغربي فالأمبراطور حسم مع النخبة الحداثية المحيطة به وقرر يعني الشروع في وضع هياكل المدرسة العصرية في اليابان عفوا وطبعا يحتاج إلى أن يحارب من أجل ذلك يعني الأمبراطور الياباني خاض حربا ضد الساموراي وضد قوى التقليد في المجتمع الياباني لكي يفرض التحديث لأنه كانت هناك مقاومة لمشروع التحديث الذي جاء به هؤلاء الطلبة اليابانيون في المغرب ماذا حدث؟ حدث العكس تماما عاد الطلبة المغاربة وجاءوا بمشروع في إعادة هيكلة الإدارة والمؤسسات في المغرب على النموذج الغربي وأيضا جاءوا بالعديد من الخبرات في الزراعة وأيضا في الجيش واعتبروا أنه لا بد من تأسيس جيش نظامي عصري إلى غير ذلك جاءوا بمقترحات عديدة لكن سرعان ما ووجهوا من طرف الزوايا والفقهاء وقوى التقليد التي اعتبرتهم أجانب بمعنى جاءوا بأفكار غربية إذن فهم لم يعودوا منا كما أنهم حلقوا لحاهم وأصبحوا يرتدون يعني الملابس العصرية إذن هؤلاء الناس لم يعودوا منا فتم إفشال مشروع الطلب المغاربة وتخلى عنهم السلطان الذي كان ملزما بأن يخضع لقوى التقليد الممثلة في الزوايا وفي الفقهاء إذن الأمبراطور الياباني حارب لكي يرصخ مشروع التحديد السلطان المغربي خضع لقوى التقليد نظرا لأن النسق السياسي مختلف كان يخضع بشكل كبير بهذه القوى التقليدية